موسيقى أهلا بكم في عربود وآخر الأخبار العربية والعالمية أهلا بميس أهلا بميس أهلا بمخليل ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة في الفلانتين نوعي الجسار يواجه رسالة لزوجته عبر شاشة عربود 13 سنة زواج و7 سنين حب توم كروز في أخطر مشهد في تاريخ السينما العالمية إني صعب يرفع شعار حرية المرأة في باريس فاشن ويك حسة المرأة بهالوقت بتعمل حرية سامو زين يواجه أزمة في القاهرة بسبب جلسيته ده أنا ابني مصري ومرأة مصرية وحياتي كلها هنا سلمة رشيد تنقل الطابع المغربي للقاهرة عشة عربود عشة عبد الكريم عبد الرحمن يعاني من أذمات زيب بحبك عدنا التوزيع الأغنية من جديد أهلا بيكم وكل سنة وانتم طيبين النهاردة الفالنتين وحلقتنا النهاردة مرتبطة بالمناسبة دي وهنبدأ من القاهرة مع المغربية سلمة رشيد اللي رغم أنها بتغني أغنيتها الجديدة باللهجة المغربية إلى أنها قررت تصويرها في القاهرة وكمان بفريق تصوير مصري بالكامل ومن الواضح أن سلمة كانت سيدة القرار في الكليب ده خاصة أن هي اللي بتنتجه لنفسها خلونا نشوف كواليس الكليب مع سلمة في التقرير اللي جاي سلمة رشيد في مصر لتصوير أحدث كليبتها كنا معاها في الكواليس واكتشفنا أنها نقلت الثقافة المغربية إلى القاهرة أنا جداً كان استمتع بهذا البرنامج الرائع وشكراً لتواجدكم معايا اليوم لتصوير كواليس كليب الجديد بعنوان الجيدير اليوم عملولي اليوم عربود عملولي باباراتزي أنا ما كنتش عارفة أنهم موجودين معايا في التصوير فعله أخدت راحتي وعن تكرار التعاون مع المخرج العرائي هابر راشد إحنا كبنات بعيدة عن أنك فنانة يعني كتخاف على صورتك وعلى هدفها يعني ما حبيتش نغامر خصوصاً في الكليب هذا لأنه يعني سيكون إنتاج قوي 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 عليه يعني حبيت نتعامل مع شخص أنا كانت تقفي لهو إيهاب الراشد أنا قلبي دليلي قلي تحبي فشفت لنا سالمة عن مواعد نزول الفيديو كليب وخطتها الفترة اللي جاية ولأول مرة غنت الأغنية إكس كلوسيف لعربود إن شاء الله الكليب الأول غادي نزل في أما في أواخر شهر 2 أو أوائل شهر 3 اخترنا هاد الفترة بالضبط لأنه حابة نكون يعني فترة نزول الكليب يعني متفرغة للأغنية والكليب أكتر لأنه بعده عندي إن شاء الله جولة في كندا وقابل كذلك عندي حفلات في الخليج وفي المغرب نهار كبير وعيد من اللي شوفني من بعيد يجيني يجري وخير بطوي بالأحديد مهما لا مدرو واللهما لا قادرو يبدلوها لي ديرني واستصدروا وإيش جيدي بس كده بترجع سلينا جوميز للسينما مرة تانية من خلال فيلم الخيالي الكوميدي وده عن رواية دكتور دولتل اللي صدرت عام 1920 لكن هل هيتقدم الفيلم في نفس الفترة الزمنية ولا لا؟ ده اللي مش عارفينه بعد غيابة فترة عن الأفلام عادت الممثل الشيبة سلينا جماز مرة تانية للأداء الصوتي من خلال فيلم The Voyage of Dr. Dolittle مع النجم روبرت داوني جينيور يلي رح يلعب دور Dr. Dolittle وهو دكتور اللي بيقدر التحدث مع الحيوانات والفيلم من إنتاج مشترك بين زوجة داوني سوزان داوني وشركة Universal Pictures ومن إخراج ستيفن جاغان ومن المؤرر أنه يتم البدء بالتصوير خلال شهر فبراير جيري بالعاصمة البريطانية لندن وكيل ريكس هاريسون هو أول ممثل لعب شخصية Dr. Dolittle على الشاشة الكبيرة وحصل فيلم على جويز أوسكار أكتر من مرة ثم تقلقي ديموفي بمواصلة الشخصية عام 2001 وحقق وقته 470 مليون بجميع أنحاء العالم وحقق وقته 470 مليون بجميع أنحاء العالم لا أعرف لا تقلقي داوني لا تقلقي داوني وبتشتغل جوماس حاليا كمنتج منفذ لسلسلة 13 Reasons Why أنا شكرا داوني شكرا؟ أعرف ما يجب أن أشكراك وتقلقت سابقا بفيلم Spring Breakers يلي عرض عام 2012 ورح تسمعوها بالجزء الثالث من أفلام هوتل ترانسيفانيا الصيف المقبل يلي سبق وأنه شاركت بأجزاءه السابق لا تقلقي داوني لا تقلقي داوني لا تقلقي داوني بعد الفاصل توم كروز يفاجئ جمهوره أزمة جديدة لنقابة الموسيقيين المصرية مع سامو زين عندك مشكلة تروح تروح على لجنة العمل كلها كاملة روحت على لجنة كلها بلال العربي يفتعرض أحدث تصميمات إلي صعب لربيع وصيف 2018 أخذوا الحياة بمظهر تاني بطريقة لبس تاني فريق عرب وديو يشجع أمينة على العودة للجن مرة تانية حسن جسمي ريح بصراحة بنرجع تاني للقاهرة مع المطرب السعودي عبد الكريم عبد الرحمن واللي انتهى من تسجيل أحدث أغاني ذايب بحبك اللي أغنية سجلها في القاهرة وما كانتش دي المرة الأولى لتسجيلها لأن وجدته صعبات كتير هنعرفها منه في اللقاء اللي جاي ذايب بحبك أحدث أغاني المطرب السعودي الشاب عبد الكريم عبد الرحمن واللي سجلها في أكتر من بلد عربي قاهرة مرتين الرياض وأعتقد الكويت مرة أربع مرت كيف أخون كنت لي باكر وأمثي الأغنية انتهى من تصويرها بالمغرب وقهته صعوبات كتير في تنفذها عانينا فيها شوي يعني من ناحية التسجيل بعدين وقفنا العمل فترة بعدين رجعنا عدنا توزيع الأغنية من جديد أسأل الله يعني أنه التعب كل هذا يتكلل بالنجاح ويعجب الناس إن شاء الله أصدر مع بدايات العمل جاري أغنية يلعن الفرجة فما أصدقها الحمد لله جاني فيدباك كويس هو عمل أيضا هذا عمل جميل خفيف ما كنا متكلفين عليه كثير ويعني تقريبا العمل خلصناه في عشر أيام إلى أسبوعين برغم اعتزازه باللهجة الخليجية إلا أنه هناك لهجة يحرص على الغناء بها وأنا حريص أني يعني هالبلد الكريم أني أشتغل لو نص عمالي مصري يعني صدق يعني أنا مع أجامل مصر وأهل مصر الناس الفنانين في مصر ووقفوا معي كثير كثير جدا فحريص أني أنا أكون يعني أول لهجة أغنية اللي هي اللهجة المصرية إن شاء الله وحب المصر خلاي دندن أثناء التصوير بأغنية لتامر حسني عبد الكريم من أنصار تقديم أغني بشكل سنجل وبيرفض تماما فكرة تقديم ألبوم كامل ألبوم مكلف ماديا ويحتاج جهد فني وبدني نفسي معنوي ماهو سهل يعني أتكلم على الفني الكبر فم بالك فنان توا بادي فكرة الألبوم ماعد صارت يعني تجدي نفعا كيف يرى موقعه في المنافسة بين أبناء جيلو؟ ما دخلت المجال منافسة أحاول أني أصنع كرير لي اسم لي الناس تذكر عبد الكريم كفنان كويس نتمنى لعبد الكريم عبد الرحمن نجاح وغنيته وأنه يحقق مبتغى ويصنع لنفسه اسم كبير أخون الشعر كفن سهده ترجمة نانسي قنقر مسلسلات كتير دخلت بالاتوات التصوير خلال الفترة اللي فاتر وكان أولايا القوي لما بيلاقي مسلسلات بأسماء الشخصيات اللي بيقدمها أبطالها ويمكن يا خليل شوفنا ده أكتر في المسلسلات التركي زي فاطمة وجسور الجميلة وغيرهم من المسلسلات التركي بس تخيالي بقى أن الموضوع ده انتشر عندنا السنة دي بشكل كبير وهنلاقي في رمضان اللي جاي مسلسلات كتير بأسماء شخصيات أبطالها زي رحيم لياسر جلال عمري يوسف ياسر جلال مصطفى شعبان عمري سعد وأحمد عز كلهم نجوم اتخذوا الطريق الأسهل لاختيار أسماء مسلسلتهم تحكاية ناس وبلد طايع هو ده اسم مسلسل عمري يوسف الجديد واسم الشخصية السعدية اللي بيقدمها في العمل وده بعد ما قدم في رمضان الماضي مسلسل عشام إبليس أحسن برده وهو ده اللي أنا كنت جاي على عشان أما ياسر جلال فهيقدم في رمضان القادم مسلسل رحيم وبيشاركوا البطولة محمد رياض ونور رحيم هو تاني بطولات ياسر جلال الدرامية بعد مسلسل ظل الرئيس في رمضان 2017 أنا لو مشيت وراء إحساسة سلمة قائبة فيها دم مسلسل عمر سعد كان بعنوان أخرة صبري لكنه قبل التصوير قرر تغيير اسمه لبركة وبيراهن عمر على نجاح العمل بشكل يماثل مسلسل يونس ولد فضة خصوصا بعد عدم تحقيق مسلسله ووضع أمني نسبة مشاهدة عالية وعلى نفس الطريقة بيشارك مصطفى شعبان في السباق الرمضاني بمسلسل أيوب المسلسل بيتعاون فيه مع عاية عامر محمد لطفي وهانا الزاهد واللي شاركته قبل كده في بطولة مسلسل مولانا العاشق في رمضان 2015 وبعد غياب من آخر مسلسل قدمه هو الإكسلانس بيرجع النجمة أحمد عزة في رمضان السنة دي بمسلسل أبو عمر المصري صحيح اسم الشخصية اللي بيقدمها هو فخر الدين لكنه داخل أحداث العمل بيجسد شخصية قبل طفل اسمه عمر وهو اللقب اللي تم اختياره عنوان للمسلسل ويظهر إن الموضوع كان له تأثير على عز مش بس في الدراما لكن كمان في السينما فهنلاقي إن فيلمه الجديد بيحمل اسم يونس وهو العمل السينمائي الأول لعز بعد فيلمه الأخير الخلية والحق نجاح كبير القائمة دي كانت كمان بتتضمن محمد رمضان بمسلسل الجديد زين لكن رمضان قرر تغيير اسم المسلسل عشان يكون نصر الصعيد عائل بتعمل مصاب وبيطلع عائل أبونا عشان نجيبهم وبيطلعهم المحكمة يعملوا مصاب أكبر وبنطلع نجيب نفس الناس أنا اللي هقول لجنابك ولا إيه؟ أيوب طايع بركة رحيم وأبو عمر المصري شخصيات كتير هنشوف مين فيهم اللي هيقدر يكسب الرهان في رمضان اللي جاي بعد الفاصل إلي صعب يرفع شعار حرية المرأة في باريس فاشل ويكا في مرأة حرة إنه مش فرقاني معها بدات تلبس مفتوح سامو زين يواجه أزمة في القاهرة بسبب جنسيته أنا ابني مصري ومرأة مصرية وحياتي كلها هنا ألفين ساعة طيران لطوم كروز بنرجع للقاهرة تاني مع سامو زين واللي بيعيش حالة من النشاط الفني خاصة على مستوى الحفلات لكنه للأسف اتعرض لأزمة مع نقابة الموسيقيين خلال الأيام اللي فاتت بسبب رسوم حفلاته في القاهرة قابلنا سامو زين في ندويته بجارية البوابة نيوز وفي لقاءنا معاه كلمنا عن حاجات كتير كأن همات تفاصيل الأزمة الأخيرة مع النقابة وكمان كل جديد عنه بحفاوة كبيرة تم استقبال الفنان سامو زين في ندوة صحفية اتكرم فيها عما سرته الفنية سامو رد على حاجات كتير خلال الندوة أهمها أزمة الأخيرة مع نقابة الموسيقيين أنا محبيتش أرد لأنه ما فيش موضوع خالص إنت عايزت عندك مشكلة تروح تروح على لجنة العمل كلها كاملة روحت على لجنة كلها كلنا نفعنا أسعارنا ده طبيعي جدا مش ده الموضوع كان أنا كنت بسأل عن شخص معين كلمني فانه هو مرس مع اسمه أنا بقالي عشرين سنة هنا مش بقال ده أنا ابني مصري ومراتي مصرية وحياتي كلها هنا الحضور تفعله مع سامو بشكل كبير وهو كمان كان لطيف جدا معهم وعن سبب تأخير أغنياته الجديدة أول ما تبت سميلي واللي كان مقرر طرحها في الفالنتاين كنا محضرين أغنية بأمانة بس اتأخرنا شوية علشان حملة تسواقية كبيرة جدا من شركة مزيكة بأمانة للألبوم الجديد فقررون يوم ما يعملون النزول في شم النسيم الأغنية كبيرة جدا الأغنية في مجود كبير فيها تصوير سوعة أيام شغل كتير جدا عن الابتسامة فيها راحة فيها طاقة إيجابية لأغنية جديدة وكشف عن آخر ألبوم غنائي في مشواره الفن الناس كتير قوي اشتغلت في الألبوم ده بأمانة الناس كلهم تعبوا تسع أغاني هيكون في الألبوم ده وده ختام للألبومات كلها الموسيقية ليا أنا كنت عايزة أختم من الإنسان اللي فاتت مش عامل ألبومات تاني هو ده آخر ألبوم هشتغلوا فكرة الألبوم دلوقتي بقت صعبة قوي للفنان بقت انفكرة مجهود سنتين شغل التعب وبيستعد لبطولة فيلم جديد خلال شهر إن شاء الله هنصور تحت المطر إخراج عبد العزيز حشاد إن شاء الله وعيسى محيد كتبته محمد حسن إنتاج فيلم ده مهم بالنسبة لي قوي اللي أنه بيتكلم عن شخصية كوميك ورومانسي جدا وشخصية جديدة أنا هقدمها لأول مرة إن كان هو ده الأسباب اللي أنا بعمل اللوك جديد ده خلص إن فيه اللوك جديد بقدمه فكرة رومانسية فيلم حتصور ثلاثة يام هنا والبقاء كله حيبقى بين في البوسنا وغولندا كل سنة وإنتوا طيبين وكلكم في حب وسعادة النهاردة الناس كلها بتحتفل بعيد الحب أو الفلانتاين والحب لي أشكال كتير ومختلفة حب الأب والأم حب الأبناء حب الأزواج والكابلز كمان لكن ما حدش عارف نجومنا هيحتفلوا إزاي باليوم ده لكن لو عايزين تعرفوا خليكم معنا وتابعوا التقرير اللي جاي النجوم طرق احتفالهم بعيد الحب بتختلف لكن النجم الرومانسي والجسار الفلانتاين بالنسبة له ذكرى مهمة جدا تعرفنا على بعض بالفلانتاين فصرنا عشرين سنة مع بعض لا تلتعشر سنة زواج وسبع سنين حب وبمناسبة الفلانتاين زوجته أهدته من خلالنا وردة حمراء أما باسم مغنية وزوجته شيرين منسي قرروا يحتفلوا بالفلانتاين من خلال الديو اللي بيجمعهم لأول مرة هتكون يعني كدولا لألنا بعيد الفلانتاين وضل لألنا لكل العمر يعني مثل ذكرى حلوية بعد الحلوة فاكر ولا ناسينا ولا ناسينا ما مر ببالي خاطر أنسل ما في نتلمان بس يا ترى هل هيكتفي بالكليب ولا هيقدم لها هدية لأ شفت لها شي بس بعد ما شبت لها يعني موص على اللي إيه أكيد يعني بس شي كتير حبيب بس هم هيجيب لي شيرين هدية فهل هتحضر له مفاجأة هو عادة بحضر له مش أنا بحضر له سراحة يعني السيلفيز بتكون منه ومش مني أما ناجي أسطى فما بيفتناش عيد الحب اللي يعبر لذوقته عن حبه ليها أنا ما بنتر هيدا هيدا الليلة أو هيدا نهار تقضيها أنا ومرتي يعني عطول نحنا بأيام عشق وغرام يعني كل ما يكون عندي وقت أنا بحب يكون في عندي نهار أنا وياها أكيد نهار الأربع أنا رحكم بربنان ورح أكون أنا وياها يعني بشي ما حالها كرايق برايفت رومانسي أكيد رحمة بمجرد ما سألناها عن عيد الحب ده كان ردها لا لا مش يعني ممكن أجيب هداية لحد ممكن أجيب هداية لأختي حدا من صحباتي أخرب كده بس مش مستنيا هداية من حدا نبيل عيسى هديته في الفالنتاين بتكون دايما مختلفة أنا بجيب زرعة على طول أنا بحب زرعة أصلي بجيب شجر بقى أو زرعة وحاجات دي المطرب محمد نور ما قررش لحد دلوقتي هيجيب إهدية لزقته والله مش عايري بقى ممكن أجيب بأي ساعة بتاعة حاجة نشوف كده أنا أما المطربة مروى ناصر فعا عندها للحب فلسفة خاصة جدا يعني الحب مش مش محتاج يوم معين عشان أنا احتفل بيه بالنسبالي يعني فيك قوي الناس اللي بتحتفل في اليوم ده وتنزل من النجمة تجيب ورده وتشحت في نفسك ليه؟ طيب تاني يوم تنكد عليها وأكيد يوم زي ده مش هيعدي على أمير العشاء من غير ما يجيب هدية لحبابتون حاجيب لمراتي يعني لمراتي بدينة دي حد يعني هي الحب بالنسبالي بكل حاجة يعني ده ده ما بتقوس بالأعياد بتحتفل بيها معي فهنا لازم احتفل بيها باليوم ده بالزاد وأنا بسموني أمير العشاء فمنفعش ما عملش كده معا بنقول لكل نجمنا هابي فالنتينز دي لأول مرة في تاريخ السينما العالمية بنشوف نجم بسوق طيارة بنفسه أكيد يناميز بنتكلم عن توم كروز اللي لما قرر يغامر ويعمل كده كان عنده هدف معين وأظن أنه بيقول الجميع أنه رغم سنه الكبير إلا أنه لسه نجم الأكشن اللي قادر يعمل أي حاجة في أي وقت ايه تفاصيل الموضوع ده؟ تعالوا نعرفها مع بعض يعشق النجم توم كروز المغامرة ليس في أفلامه فقط بل في الحقيقة أيضا فهو من القلائل في هوليوود الذين يقومون بأداء مشاهد أفلامه الخطيرة والتي تحتوي على الكثير من المجازفة دون الاستعانة بدوبلير أحدث مشاهده الخطيرة من فيلم الجديد ميشن إمبوسيبل فولاوت يتفوق على كل ما قدمه من قبل حيث يقوم بقيادة طائرة هاليكوبتر بنفسه الشيء الذي يحدث لأول مرة في تاريخ السينما في هوليوود وهذا حسب تصريح مخرج الفيلم كريستوفر مكاري نشرت توم على حسابه على تويتر تغريدة كتب فيها لطالما أردت أن أقوم بهذا إليكم نظرة على حيلة الطائرة المروحية من فيلم ميشن إمبوسيبل ونشر الفيديو يظهر طريقة تدريب وتقنيات التصوير التي اعتمدت لهذه المشاهد توم حارس على أن تصور جميع المشاهد الخطيرة في الفيلم بطريقة طبيعية دون الاستعانة بالكروما أو المؤثرة الخاصة إذ أنه لم يرد أن يخدع المشاهد وهو ما تطلب من توم الخضوع لدورات تدريبية لكيفية قيادة طائرة هاليكوبتر بلغت ألفين ساعة طيران قبل الأداء الحقيقية فريق العمل اتبع إجراءات سلامة صارمة حيث كان يجتمع الطيارون كل صباح لمناقشة مواقعهم المحددة لكل مشهد وما زاد الأمر صعوبة في تصوير مشاهد الطائرة أن المطلوب من كروز كان التحليق بالطائرة وتشغيل الكاميرات في الوقت ذاته هذه المشاهد الخطرة ليست الأولى التي يقوم بها توم كروز حيث قام بالجزء الرابع من نفس السلسلة بالسير على مبنى برج خليفة من الخارج كما قام بالبقوف على جناح طائرة أثناء إقلاعها في الجو وهذا كان في الجزء الخامس وهو معرضه للإصابة أكثر من مرة كان أخيرها كسر قدم أثناء قفزه من أعلى بناية وهو يصور نفس الجزء وتسابق أسرة الفيلم الزمن للحاق بموعد عرضه في 27 يوليو من العام الجاري فهل سيحقق الجزء الجديد نفس نجاح الأجزاء السابقة؟ دعونا ننتظر ونرى ونرى جيداً توم بعد الفاصل أمينة تستعيد رشقتها مجدداً أركب الحنطور دوري جندي بالليل العربي يستعرض أحدث تصميمات اللي صعب لربيع وصيف 2018 اللمعة لتجسد معنى الفرح رغم أن أمينة من المطربين اللي كانوا حرصين جداً في الفترة الأخيرة أنهم يهتموا بشكلهم وجسمهم خاصة أنها عارفة كويس أن ده عامل مهم من عوامل نجاح أي فنان إلا أنها قصرت شوية في الفترة الأخيرة وبعدت عن الجيم لكن نحن شجعناها أنها ترجع تاني وبالفعل كنا معاها في أول يوم رجوع للجيم بس خلونا نشوف دلوقتي هي ديه كانت نتحمسها في اليوم ده اهتمام أمينة بالرياضة بدأ من زمان جداً كنت بالعب كرة طيرة وكنت بالعب قنوفو في شوية حاجات لسا فكريها تقريباً لسا يعني دي كنت مشهورة بيها قوي مش كل يوم وللا ماكسيموم إن إحنا بنشتغل على الرياضة بنلعب مثلاً ثلاثة أيام في الأسبوع إنما ثلاثة شهور وأرجع تاني دي حاسة إن جسمي ريحي صراحة مع شوية حركات الدنيا بتعدي الدنيا بتعدي برضو أمينة عندها أسبابها للاهتمام ده بحب بيونسي بحب جينيفر لبيز بحب هالي بيري بحب طبعاً ريانا من غير الكلام يعني وكلهم ما شاء الله ما بيعودوش يعني من الرياضة خالص طبعاً أنا بحاول نوع زيهم بص بقى حلقة دي جديدة فراجوا على مجنجر هنا أنا مسرة مسرة إن شاء الله بإذن الله أبو بطرة العالم بتجو معي على العجلة؟ أسهل حاجة لعجلة بقى عشاءها وعلى العكس أمينة بتشوف إن قليل من النجوم العرب إيه اللي بيهتموا بالرياضة؟ ما أعتقدش إن في ناس كتير يعني هو بس ياسمين صابري لأنها أصلاً سباحة يعني هي اللي بتلفت نظري صراحة الولادة ما أثرتش عليها جسمانياً قد ما في الفترة الأولانية أثرت عليها نفسياً في الأول افتكرت الـ 12 كيلو لأنها زيتهم مش هينزلوا ده في أول ولادة وبعدين لما الحمد لله ربنا كرمني بعد الولادة الأولانية وقدرت أنزلهم كنت حسن باستقبال عادي جداً للولادة التانية وأن أنا برضو هنزلهم إن شاء الله والحمد لله العجلة أحلى وده الحنطور يقولنا أركب الحنطور دي ريجين دي والله هي العجلة عشان في يعني الترينر بتاعي إنما الحنطور طبعاً بيأكلنا هاي لا طبعاً الحنطور ده رزقتي ترجمة نانسي قنقر بنسيب القاهرة وبنروح معاكم على طول لباريس عشان نشوف بلال العربي محضر لنا إيه النهاردة من حصرياته بلال النهاردة كان مع أهم المصممين الإعلاميين وهو طبعاً المصمم اللبناني إلي صعب إلي هنستعرض معاه تشكلته لربع وصيف 2018 واللي شارك بيها في بارس فاشن ويكا تصميمات إلي صعب المرة دي كان لها طابع مميز لأنها كانت مرتبطة بالمرأة الفرنسية في فترة العشرينات أو بعد الحرب مباشرة واللي كانت بتعبر عن حريتها موعد جديد للكوتور الربيع وصيف 2018 بعرف أنه راح يكون لديم علاقة بالعاصمة الجميلة باريس خبرنا شوية يعني العاصمة الباريزية ما بتوقف دايماً شو بقوله تتحفنا بالأشياء الحلوة طبعاً مع عاصمة سقافة عاصمة جمال وهالمرة حبيت أرجع للعشرينات للوقت يلي هو بعد الحرب يلي النساء الباريزيات حبوا ياخدوا حريتهم ويشلحوا بكل الفساطين السميكة والجبونات ورحوا لأشياء كتير خفيفة وحسّت المرة بهالوقت بتعم الحرية بأنه ما بعرف كان وقت كتير مميّز أنا بعده أنه أخصوصاً من ناحية السيدات كيف أخذوا الحياة بمنظار تاني بطريقة لبستاني يعني كان كان إذا بدك عصر نهضة بالنسبة لهالوقت كيف حابية تترجم أنت هكذا الشيء بالماتيار الخفيفة؟ بطريقة التطريز معينة؟ بألمان معينة؟ باللمعة باللمعة أكيد أنه الأشياء كتير شفافة كتير خفيفة اللمعة تجسد معنى الفرح إذا بدك أنه بتلاقي الفساطين الأقصار مع الريش يعني في في جوات القصة اللي عم أخبرها في مرة حرة أنه مش فرقاني معها بدا تلبس مفتوح بدا تلبس عصير يعني أكيد أنا أنه أخدت الانسبريشن من هداك الوقت بس حولت جاسده على وقتنا هلأ وعلى الصبايا شو بحبوا يلبسوا والستات كيف تحب تكون الجو كبري بريزي راقي يعني بتقو في كل العيال إنه هيك بتحس إنه بدك تحس هالهالجور شفت تحت كنا عم نشوف قبل شوية كيف حتى كل شي كانوا فيزيتي حتى الأكسيسوريز الاشي اللي بتحطوا على الراس سواء الهاتبان سواء هيدويف كمان نشغله بطريقة كتير مميزة يعني بطارث لما بترجع لوقت لازم تحترم الكود طبعه إنه وقتها كانت السابت ما تطلع من البيت بدون ما تحط هيدا البجو دوتات الخواتم المميزة الفساطين المفتوحة الكتاف المفتوحة طريقة التطريز يعني إنه لازم تاخد كم كود وتمشي فيهم بكل كولاكشن موسيقى 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 شكرا للمتابعة وستنونا بكرة